الماك نيوز بنقص كبير في عدد من الولايات المهمة جدا ممكن نحكيه على الولايات اللي كانت ناقصة والي مش اي ولايات اليوم عنا 24 والي تعيين صار نبدأ معاك سوفيان بن حبيدة لشنو نغزره في هالتعيين هذي هالهو للتوقيت ام لرمزية الحركة ككل ساعة هو اول مرة من 25 جميلة 2021 ابدأ في تونس كل الولايات فوق على رأسه والي صارت من 25 جميلة يلتوى ما صارتش هذا شي باه قولوا لكن الشي اللي باه يدايا صار في توقيت ماهوش باي برشا لانو ما تنساوش اللي مزالوا اربع جمعات فقط الحساب على انتخابات الرئاسية بمعنى بشتوني بوتاز ديكال قولوا احنا رئيس الجمهورية اللي اليوم هو مرشح ينجم يكون نهار سبعة اكتوبر اكتوبر في براستو رئيس واحد اخر اللي بش يعمل تعديلات على الفريق اللي بش تعمل معاه دونك بش يكونوا فما في الحالة هذي امكانيا نقول سيتوني بوتاز ديكال انو فما وولاد بش يشدوا اربع جمعات منطقي هذة سوفيانجي اللي هذة ماهوش منطقي برش شكونوا من الولادة هذوما عموما عموما اه انا على اقل ما نعرف مكان واحد اللي هو والي تونس جديد سي عمال بو خريس اللي نعرفوه كان تحمل مسؤوليات في الدولة اه معها الرئيس قيسعيد بشيفتو وزير ثم بشيفتو مسؤول على هيئة الى غير ديكال فيما عدا ديكال لخرين ما نعرفوهمش اللي نشوفوه اخر هو برولاد من الحجم الثقيل وكننش نتصوروهم الحجم الثقيل التقيل ثقيل تحكي تحكي او بروبرا ولا او فيجوري ساعة اه والله كمان اش سيم يا او بروبرا او بروبرا او فيجوري كل واحد يفهم اللي يحب اي 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 اه اللي اللي تنحاو اه ولي اريانا ما عندوش برشا مليتعي اه اه ولي بن عروس معناها معناها صمد طويلا صمد طويلا امام كل العواصر الهزات الممكنة ولا اي واتنحا معناها اه ومفهومها اذا رد تفعله اليوم السباح في الفيسبوك حسب ين حسب رضي الله ونعم الوكيل المفهومة المفهومة لكن محددش مشكون بالضبط لا مشارش مشارش اشكوني حسبا هو اهم شيء هو الو دي بي الولية نابل اللي السيرك القريب ياسر انت المفهومة يسبوك اللي زادا امممممممم موثية في بن Covid اليوم يصحب من ثقات الثقات فما فما مفاجئة العملية لكن تبقى ديما المفاجئة الأكبر هي أنه تغيير 24 فرد مرة أربع أسابيع قبل الاستحقاق الانتخاف ملاحظة تغيير الوليت انت قلت مفاجئة سوفيين ما قبل راسب قط وتغيير حكومة وليد الولي هو منصب سياسي بمتياز والتغيير في هذا الظرف بالذات عنده عنده معنى فما رسائل في الموضوع؟ ده بور نتفق على حاجة معناها حركة الوليت في الصيف حاجة معتادة جيت أخرة شوي هي عادة اخرج ويلية أول قوت فما حركة على مستوى الوليت التوقيت أنا بالنسبة ليه ما هوش مقلقني بمعنى أنا ما نيش متفق على التوقيت التوقيت اللي مقلقني هو اللي قريب ياسر للانتخابات دور الولي دور سياسي ودور الولي في جهته هو كونه زي ده يقف على نزاهة وشفافة الانتخابات والانتخابات الدور في جو ملائم وقتاش هذا قبل الثورة ولا بعد خاطر تفرق؟ لا من ديما من ديما من ديما من ديما من ديما من بعد ذاك نازاهة وشفافة معنى متاحه يتغير أما من ديما دوره عنده دور بشي الانتخابات بشي نجح الانتخابات بشي نجح الانتخابات وبعد ينجح ذاك كل واحد ومفهومه في النجاح أما اليوم أربعة أسابيع قبل معناها منش يتنصب وبش يفهم دوره وبش يفهم معناها الأمور هذية كله يخذ بلاسته وينجح يكون عنده معناها فعليا أثر على الانتخابات مانيش متحقق الحاجة الثانية أنا مانيش متحقق اللي اليوم دور الوالي معناها في النظام التونسي بصيفة عامة محدد والناس هذوم الكل اللي يتسمعوا يعرفوا دور الوالي بالضبط وعندهم القدرة والكفاءة اللازمة مش يلعبوا الدور هذية يظهر لي كاينه دور الوالي اللي كنا نعرفوه وقت بورجيبة صرته وقت بورجيبة يظهر لي يتقلص شوية ويضعفه شوية ومعانش عنده نفس الوزن واذاك عليش يمكن اليوم ترافي بعض الوليات اللي يمكن ما عندهمش الوزن الكافي ولا الكفاءة الكافية الحاجة الاخرى اللي نحب نقولها كنا عنا والية على التسعة تاشن على خمستاشن والي ما كانوا التسعة ما هو مش شعرين كنا عنا والية واحدة في نابل اليوم عنا والية واحدة على 24 ودي ما في نابل انا بالنسبة ليه معناها اا مشكلة بالنسبة ليه اللي اا اليوم نشوفو كونو اا وشوفناه هذا زادة في التحوير الوزاري الاخراني شوفنا معناها الوزراء اللي تسميوا الكل اذا كان انا منيش غالط انتو كاع عموما كلهم رجال اليوم الولات 23 على 24 اا هم رجال اا نحكيوا على الكفاءات اا متاع المرأة التونسية ما هيش قاعدة تتكرس اا على ارض الواقعة اليوم ان كان في الحكومة وإلا في السلك الولات اليوم ولا في المجالس خاطر الباريتي عندها مدى ما ليفقدناها بالضبط على الاقل في الغرف اللي تم انتخابهم بعد 25 جولي 2021 عدديا تواجد المرأة اا تراجع بشكل لافت للنظر اا هاي وكانت تذكر جوشت حاجة اخرى كانت تذكر وقت بورقيبة انا جبت على وقت بورقيبة كنا وقت اللي انسان يقع عزله من من منصبه فما كل ما تجيه في الاخر وقت في بعض الحالات ومش في كل الحالات سيقع ستقع دعوته الى مهام اخرى هي هي للتعبيق دعية الى مهام اخر ولا دعية الى مهام اخر لها ولات حتى للتندر اي اي معناها راو يمكن فما راو ما تفهموش اللي هو بورقيبة غضبان عليه راو يمكن بش يترقع راو فما امكانيك بش يقع بش تقع اللي نلاحظوا انا مع سيد الرئيس قيس عيد كوسوسوها في الوزراء كوسوسوها في الولات اللي يقع عزله معناها نفس الشيء نفس الشيء لرؤساء الحكومات لأنه مع عداء استثناءات قليلة ما عادش فما في نظام قيس عيد ما يسمى بالتدوير توقيم في الولاد بدلوا الكل القتلك باستثناء السيبوخريس اللي هو كنا نعرفوه قبل الوين موجود اما العادة هو انه سواء وزراء ولا مسؤولين بالحقا مع قيس سعيد يمشيوا على رواحهم ماذا يحدث في الاتحاد اتحاد الشغل زين بالباستي؟ نلقيحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي لشغل تبنت مبدأ الاذراب العام خلال خلال المؤتمر اللي تم المنعقد من خمسة الى سبعة سبتمبر الفين واربا وعشرين وفق ما نشر موقع الشعب نيوز قرر المجلس الوطني المنعقد برئاس نوردين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي لشغل تفويض الهيئة الادارية الوطنية لاتخاذ قرار الاذراب العام وموعده موقع الشعب نيوز يشير الى ان قرار مبدأ الاذراب العام يأتي للمطالبة بالحق في التفاوذ وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقية والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة اللامهنية ذات الموقع يضيف ان من زوية نظر قانونية واجرائية موعد تنفيذ الاذراب العام لن يكون في القريب العاجل نكمل مع الشأن نواصل في ذات السياق الامين العام المساعد للاتحاد العام تنسي للشغل والناتق الرسمي سيمي تهري يشدد بخصوص دعوة من قبل اعضاءه لتقديم المؤتمر على ان المجلس الوطني فرصة لتقييمه اشار الى ان هناك اراء تدعو الى تقديم المؤتمر واخرى تدعو الى مواصلة العهد والقيام باصلاحات جذرية تهري علق على الانتقادات لاداء المركزية النقبية في علاقة مع السلطة ووصفها بضعف الاداء علق بالقول هناك فترة اتسمت بتردد لكنها ليست مسألة ضعف في الاداء واضاف ان المحاكمات وغيرها جعلت الوضع النقابي في حال التردد بين المصادمة وبين التريث في انتظار التعبئة واجد طرق الكفيرة للدفاع عن الحق النقابي وعن الاتحاد العام تنسي للشغل وفق تعبيره بخصوص الانتخابات الرئاسة يقول سيمي تهري انه تم طرح احتمالين اما المقاطعة او التصويت لكل من لم ينتهك الحق النقابي ولم يتعدى على الحريات ولكل من يحمل رؤية اجتماعية ومن يكون قادرا على فضل القضايا وتقديم البدائل والبرامج وليست بشعارات الجوفاء وفي الحقيقة ثم فطرة فيها من التردد وقعت لكن مسألة مش مسألة ضعف اداة بالاساس صحيح ثم جزء من هذا ولكن بالاساس هو حملة التضييق والمحاكمات وغيرها لجعلت الوضع النقابي في حالة التردد بين المصادمة وبين التريض في انتظار التعبئة ويجاد طرق الكفيلة للدفاع الحق النقابي وعلى الاتحاد العام سوفيان بن حميدة الويكاند كان سيخن جدا بالنسبة الاتحاد الشغل بذات توازين بتحكينا على التلويح بالاضراب العام ولكن قبل هذا قبل ما نوصل للاضراب العام كان فما احتجاج وحتى وصف لهذه المكتب التنفيذي للاتحاد بضعف الاداء ايه هو فما معناها فما مشكلة كبيرة داخل الاتحاد خلي نقوله فما ازمة ما نخبره هاش فما ازمة داخل الاتحاد الازمة هذي اللي خليت اللي خليت الدعوة الى مجلس وطني اللي هو اعلى سلطة بين مؤتمرين معناها متنساوش معناها ميش مش حكراس كعمل مجلس وطني رو كتام مجلس وطني كان فما مشكلة كبيرة وفعلا كانت فما مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة اللي منت مظهوراتها مثلا انو الاسبوع اللي فات اه واللي قبل وفما 12 ايام عضو من مكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي يتم التعرض ليه وتعنيفه ماديا معناها في مقدام الاتحاد دونك فما ازمة اللي نجمو نسميوها ازمة حوكمة ازمة ديمقراطية داخلية ازمة ازمة تشاركية البعض يقول بيروقراطية داخل الاتحاد اي داخل الاتحاد طبعا والى المركزية المفرطة وهي في الحقيقة الاتحاد هو مركزية ما يجمش يكون مفرط ما هوش كون في ديرالياد هو مركزية نقابية وعلى فكرة انو الفكر النقابي الدولي وان كان يقبل فكرة التعددية النقابية لكن ديما يدعو لصالح الاجراء انهم يكونوا متوحدين اه هذا على شنو اصل المشكل اصل المشكل هو تحوير في النظام الاساسي الاتحاد صار في مؤتمر السثنائي اللي جويل يو 21 اللي يتيح للمكتب التنفيذي الحالي بشأنهم طولوا في المدة نطاع تواجدهم داخل المكتب التنفيذي اللي هذا ما كانش في الحقيقة بشهد العديد من الملاحظين داخل الاتحاد وخارج ما كانتش فكرة خارق العدم وديار في المس الوطني الاخر بما فيهم سينور دين طبوبي لاني العام قال اللي مراي ما كانتش فكرة خارق العدم اعترف انه عليه صارت وقتها لانه الاقتحاد كيف اي منظمة اخرى في حسابات في اجنحة في تحالفات وفيه في سراعات في سراعات وصراعات اذية تاخذ عليه موازين قوة موازين القوة وقت اعطت انه تخذ القرار اذية تخذ القرار اذية بال بال بالذريع معناها ما كانتش سوافق كانتش سوافق هذا كان اخلاق الازمة هل تزيد عليها الوضع الداخلي هذا تزيد عليها انه السلطة ما عملت حد شي لا مش ما عملت حد شي عملت كل شي لاضعاف النقبات وانا جنح لنا النقبات رو لاضعاف النقبات العمال وكذلك نقبات العراف كيف كيف بالنسبة لها هذه الها هي كل الوسيطة كل المذبين نقضي عليهم واهم حاجة هي المرسوم عدد 20 والمرسوم 21 انت السيدة نجلة بودن اللي يمنع الوزراء من التفاوض مع النقبات وين المفاوضة الجماعية وين السلم الاجتماعي وكيف تعملوها السلم الاجتماعي الباساجون فورس اللي حبلته الدولة السلطة زاد من صعوبات الداخلية اللي يعرف الاتحاد واليوم واليوم الدعوة الى الاذراب العام وان كانت هي كانت في الحقيقة دعوة يونانيم داخل الحركة النقبية التونسية لانو فما سبب فما سبب ما فماش مفاوضات فما اتفاقيات مايش متبقى فما علاش لكن لكن نجح الاتحاد نقول نجح المجلس الوطني على الاتحاد بش انو ما يخليهاش وان كانت موقف صارب اما ما يخليهاش يوصل الى انو يكون موقف سيدامي علاش لانو انجح في انو يخلي التوقيت والانيات تقررهم لهيئة اليدارية وليد هل هالخطيئة متاع مجلس المجلس الخارق للعادة متاع جويليا 21 هي فقط اللي تفسر وضعية الاتحاد اليوم ولا الامر اعمق بكثير لا الامر اعمق بكثير وكما قال سوفيين اليوم ضعف الاتحاد جاي من داخل وجاي من الخارج وكما الاتحاد العمال كما الاتحاد العراف عايشين نفس الازمة ازمة متاع داخلية ازمة متاع التمثلية ازمة في الاتحاد الاتحاد الاثنين لكن انا مقلقني مع الاتحاد اليوم هو مشكل الغاء تنظيم المؤتمر الاستثنائي انا تشوف اما التناقض في الكلام الاتحاد يعرف روحه ضعيف اليوم يعرف روحه ضعيف وهو عنده مقاييسه ويعرف اليوم يتكلم على اضراب عام يتكلم عليه قبل وانا بالنسبة لي استثهار عضلات قبل كانت فما عضلات اليوم فما اقل اما باقي استثهار وما عندوش اليوم الامكانية مش يعمل اضراب عام ولذا بالنسبة لي انا تنظيم مؤتمر الاستثنائي وقت اللي انتي تحكي على مراجعة القانون الاساسي على مراجعة النظام الاستقلالية عن الاحزاب داخل الاتحاد هذا كله لازم مؤتمر الاستثنائي هذا كله متنجم تعمل بلايش مؤتمر الاستثنائي دونك اذا كان هذوما معناها هما بالنسبة للاتحاد فبالتالي المؤتمر الاستثنائي سيتون بريوريتي قبل ما تحكي على اه معناها اضراب عام الساعة رجع روحك وعاود استرجع الديمقراطية والتمثيلية متاعك ومبعد نحكي على اضراب عام بشو نوصل بعد شوية والموضوع بشيكون 80% من المؤسسات الاعلامية ستغلق ابوابه هذا حسب نقيب الصحفيين قبل هذية قراءة في عنوين النشرة المفصلة بشجينا بعد ساعة من الآن مع هاجر الماشر مرحبا بك وليد مرحبا بذو يبقوا كل الناس اللي يسمع فينا من ضمن عنوين النشرة بعد ساعة من تواك محكيت الابقى على العيش زمال بحالة سراح في قضية تسكيات في ولاية سليانة وفي موضوع آخر نسبة تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية بلغة 98% وفي الشأن العالمي ريترس تقول ان ليبيا أعلنت القوى القاهرة لتعطل عمليات ميناء السدر هذه أبرز سعنا وين في النشرة بعد ساعة من تواك شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 نحكيه على طريقة اعداد الميزانية لسنة 2025 المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام نيفر يقول انه وبعد الاتصلاع على الخطوط العريضة لميزانية 2025 فانها تقريبا لم تتغير عن الميزانية السابقة وبين خلال حضوره اليوم في جوهر افام ان التقرير اللي قدمت وزارة المالية للبرلمان مؤخرا ينص على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى ومحاولة دفع التنمية خاصة عن طريق القطاعات التي تتميز بقيمة مضافة عالية والعمل على الدعم العدالة الجبائية ومواصلة اصلاح الوظيفة العمومية وبين في ذات اللا اتار انه سيقع احترام برنامج الزيادات العامة المبرمجة منذ سبتمبر 2022 في المقابل لم تتم ناقشة اي زيادات في المنح مع مواصلة ايقاف الانتدابات باستثناء القطاعات ذات الاولوية على غرار الامن والجيش والصحة والتعليم وفي حالة الشغورات نظرا لتزيد عدد الطلبات طلبات التقاعد المبكر سيتم اللجوء للحركة الوظيفة حسب تعبيره الخطوط العريضة الاهداف متع ميزاني 2025 تقريبا يبيضى لانه الميزانية ديما نخدمه في معناها التصرف في الميزانية حسب الاهداف واللي هو ديما ثلاثة سنين معناها هو في إطار برنامج متع ثلاثة سنين 25 26 27 وميزانة 25 هي جزء منه باش نخلطوا الاهداف الاهداف كل عادة لتوزنات الكبيرة للبلاد المالية يقع الحفاظ عليها محاولة دفع التنمية ثماشمة خاصة عن طريق القطاعات اللي فيها قيمة مضافة عالية كيف كيف موسط الاصلاح الوظيفة العمومية باش نخدم على عدالة جبائية فالاهداف تقريبا هي بيضة لكن على المستوى العملي هما هوني اصلاح الوظيفة عمومية شمعناها معناها اولا يخدموا على عدد الموظفين وهوني مش نحكي معناها بالنسبة العدد الموظفين كانت وعف شنو بالنسبة شمش يصير عنا كتلة اجور الهدف المتاح اللي نعرف من لي اللي حتى الدولة تقول اليوم كتلة الاجور كنقررنا بالنتج داخل الخام مرتفعة فشمش يصير اول حاجة الدولة قالت مكتوبة معناها في التقرير اللي هي باش تنفذ الزيادة الزيادة العام برنامج الزيادة العام سيقها احترام المحلل المالي باسم نيفر اللي كان ضيف جوهر فام مع صديقنا حاند بن عمار انت وجهوهم بالتحية للاثنين وليد بالحاجة عمر نفس الظروف تؤدي الى نفس النتائج هذا من المفروض متفقين فيه كل عام الخطوط الكبرى والخطوط العريضة للميزانية ميزانية الدولة يتم صياغتها بنفس الطريق وعادة حتى الاهداف ماناش قاعدين نلاحظوا فيه تغيير كبير في الاهداف هل يمكن كونه نستناول نتائج مغايرة من توفير نفس الظروف للعمل لا قطعا لا دي ما عنا ميزانية اللي هي ميزانية تقنية ما هيش ميزانية سياسية ما هيش ميزانية اللي معمولة حسب معناها برنامج سياسي واهداف سياسية واجتماعية اليوم بالنسبة لي انا مش نسهله للمستمعين مربط الفرس بالنسبة للميزانية في تونس هي تعبيق الموارد مشكلتنا الكبير هي تعبيق الموارد وتعبيق الموارد مربوطة بايش مربوطة بالجباية معناها ما دام ما وسناش نصلحوا المجلة الجباية بصيفة عامة في تونس ارانا ما ناش باش نحسنوا في تعبيق الموارد الداخلية اللي حاشتنا بها ونعطي تلاثة الجوانب الجانب اللول هو الجدول التصاعد البارام الموارد اللي هو ما واش عادل اولا نعاود نذكر اللي احنا نتعديه من الصنف العالي حتى ال 5,000 دينار 0% نتعديه للصنف الثاني 26% من 0 ال 26 وقت اللي احنا من الصنف الثاني للصنف الخامس نتعديه من 26 ال 35 معناها 9% ما بين الصنف الثاني والصنف الخامس وستة وعشرين في المياه ما بين صنف الأول وصنف الثاني لونك أنا بالنسبة لي ما واش عادر صرتو في الحالة اللي نعيشوها مع التضخم اللي احنا قاعدين عايشينه في تونس طوى مدة سنوات ثانيا فما مشكلة بتاع منظومة الشركات الغير مقيمة احنا مبدعين في تونس احنا الواحدين في العالم اللي عنا قانون الشركات الغير مقيمة في تونس اللي هي عندها امتيازات ما هيش موجودة في حتى بلاد في حتى بلاد معناها حتى ولو كان تمشي الجرزي ولا منعرش اي جنة ضريبية اي جنة ضريبية ما تلقاش الامتيازات بتاع شركات اللي عندها شركات غير مقيمة اللي موجودة في تونس الشركات الغير مقيمة هي الشركات اللي اكثر مثل ثين متاع الاسهم متاحها يكسبها اجنبي غير مقيم اليوم الشركات اللي منتصبة في تونس اللي هي شركات جاية من البرة معناها وعندهم مصانع في تونس المصانع هذي تصنع للشركة الام في الخارج عندهم امتيازات جيبائية كبيرة ومهولة وحتى معناها خلاص الانتاج متاحهم اللي يبعثوه ما يصيرش في كل الحالات ما فاميش ارى باتريمان سيستيماتيك فاما تصير في اخر العام معناها احسبهم يخلصوا في الشهيري متاع العباد ووكحوا هذيه النظام هذيه لازم يقع الغاء واليوم الشركة اللي جيت انتصب لتونس لازمها تكون في نفس الحالة متاع الشركة التونسية اللي اللي تصنع في في تونس ثالثان المشكلة تهريب الجيبائي تهرب الجيبائي اليوم تهرب الجيبائي احنا الدراسات شا تقول الدراسات تقول لك راهو اليوم القطاع الموازي يمثل حوالي 40% من ناتج الداخلي الخام ودراسات أخرى تقول لك اللي حوالي خمسين في المئة من الأجرام تاع القطاع الخاص يشتغلوا في القطاع المويز معناها هذو ما عندك خمسين في المئة من الاقتصاد التونسي اللي هو خارج الرادار اللي هو لاوش قاعد يشارك على المستوى الجبائي لاو قاعد يشارك على المستوى الضمان الاجتماعي لا حد شي هذو ما الكل موارد اللي خسرتها لخسرتها البلاد اليوم انتي وقت اللي تجي تحكي على معناها الدفعات والمصاريف متاع الدولة اليوم مشكلة الدولة ما هيش كان في مصاريفها هي في الموارد امتاحها مدام ما حاليناش مشاكل هذية متاع الموارد وما فماشش معناها امكانية بش تحسن في المدخيل راك ماكش بش تحل مشكلة متاع المصاريف ماكش بش تحل المشكل متاع العجز التجاري وزيد معناها مشكل ترشيد الدعم اللي احنا نحكيو عليه طوى عنا سنوات ولطوى ما حالينيها بالنسبة لي ترشيد الدعم هو بيدو معناها ينجم يكون عبر معناها جدول تصاعدي جبائي عادل معناها اللي الناس اليوم اللي ما عندهاش مدخيل كبيرة وقت اللي تنقصلها في الجباية امتاحها يولي عندها مدخيل اكثر وما عايش حاشتها بالدعم معناها هذا يعوذ هذا والناس الي عندها مدخيل عالية بتولي يشارك اكثر هذا هو معناها التضامن الجبائي كيفاش يصير وليد بالحاجع مر يقول لك عنا مشكلة متاع جمع الموارد فما يكون يقول لك المشكلة اساسا قبل حتى جمع الموارد هو طريقة التفكير في الميزانية هذه اللي هي من المفروض انت حتى في عائلة تشوف ما تخولك قديش ويتحدد مصاريفك على هذا الاساس احنا في الميزانية المعادلة مقلوبة احنا نشوفوا شنو بش نصرفوا بعد اللوجوا مني بش نمولوه هي فهمة خلل ابيستيمولوجي رأي حكاية غريبة احنا نعملوا ميزانية الميزانية دي كتحقنا نسبة نموص 10.4% نعودوها نعودو نفس الميزانية بنفس اللوجيك ايش بش تعطينا نسبة نمو نعمل كون المية هذا المشكلة ستدير ما هو جربنيها احنا جربنا حطينا حطينا توحد انتي وتقس انتي والزيتون انتي والقمح انتي وال في ما هو تقس فهمنا فيه هنو داخل بعضه التقس منا متفاهمين فيه انو معاش نعملو عليه رأوا داخل بعضه والمدة الجاية بش زيد تكثر تأثيرات المناخية السلبية كي نعملو ميزانية وتعطي نسبة متاع نمو ضعيفة برش المفروض انو نغيرو المنطق نتاع سياغة ميزانية احنا قعدنا محصورين في نفس المنطق كي نشيو احنا نقولو كي ما قال وديد القطاع الموازي يمثل اربعين في المياه وهو هذي كلام كلام جراي داما هو في الحقيقة رأوا يمثل اكثر برش ما بنتنجيب سينا إيه 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 كي نلو معناها بالضبط معناها الدولة قرت قرت انها تتخلى على أربعين في المئة من مداخلها هذا الموضوع بسيد أنا وقت نقول لك قبل ما تبدأ تغزرلي وتحكيلي أنا شعندي في مكتوبة وشميه مكتوبك كبار السناء مقارنة مع مناول وتنفخ ملاهات انتفتفك نزيد انتفتفك ابدالي ساعبك الاربعيت في المية متاعك خوضهم وبعد نحكيوه ثم انو الحاجة الثالثة هو انو نحكيوه برجا على مؤشرات نعتبرهم ايجابية ان نعتبرهم مخترين الترفيع في عدد اللي يمات متاع الديفيز اللي عندنا ليش لو مانيها ما لها ماناش قاعدين نخلصوا في الفرنسار زادا هكا يا من النازل واحدة دا كوردو التحويلات متاع المهاجرين متاع التونسيين بالخارج ومتاع مداخل السياحة كبالك ومداخل السياحة وشوية الزيتونة وشوية التمر باي باي هادا اما الشرتوه الشرتوه اللي احنا ماناش قاعدين نستوردو في المواد اللي بستخد منها الاقتصاد متاعنا هدا هو اللي بستخد منها الاقتصاد متاعنا هدا هو الي احنا نقاسنا في خارجين وبرشة مؤسسات التعاني في انو الماتير برمير اللي بستخدم بيها معاش نجم جيبها هدا هدا دوق المؤشرات اللي احنا ناخذو فيهم على اساس انهم بيين ينجمو يخبيونا حقائق مخترى برشة وانت حكيت على المؤسسات التي تعاني للأسف نسبة هامة من المؤسسات الأعلامية ستغلق بوابها حسب نقيب السحفين قال نقيب السحفين زياد دبر أنه ما يعيش قطاع الأعلام اليوم في تونس من أهمال وتفقير وتهميش وتخويف يدفع إلى البحث عن سبل الإصلاح في ظل تراخي السلطة السياسية ومنظومة الحكم في علاقة بإصلاح قطاع الأعلام واعتبر أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تعد أولى المحطات الانتخابية الرئاسية التي تغطيها وسائل الأعلام في غياب هيئة أعلام تعديلية وتحت رقابة مباشرة من هيئة الانتخابات في ظل التهديدات باللجوء إلى اعتماد المرسوم 54 وتواتر الضغوط مما خلق مناخا من التخويف داخل غرف الأخبار زيد دابار يشير أيضا إلى أن نوع التقديرات وفقد دراسة أعدتها نقابة الصحفيين ستنشر مع موفى العام الجاري تؤكد أن عددها من المؤسسات الإعلامية ستغلق نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وأن 80% من المؤسسات الإعلامية التونسية قد تغلق أبوابها مما يفرض على النقابة في ظل عدم تجاوب السلطة السياسية مع مبادرات الإصلاح إيجاد بدائل عن طريق منويل تشغيل جديد للصحفيين من خلال إنشاء مؤسسات صحفية على المستوى المحلي والجهوي الإشكال الكبير يكمن أنه في ظل تقلس عدد وسائل الإعلام تقريبا كنا 180 مؤسسة إعلامية بين صحافة مكتوبة وسمعية وبصرية الآن كل هذه المؤسسات تتجاوز 40 أو 45 وتقديرات تقول أن نسبة كبيرة من المؤسسات الإعلامية ستغلق لظروف اقتصادية صعبة وبالتالي علينا البحث في بدائل هذه البدائل تكمن في منوال تشغيل جديد للصحفين عن طريق أنه الصحفي ينشأ مؤسسة صحفية مع زملائه في منطقته لدعم صحافة القرب دعم صحافة المحلية دعم صحافة الجهوية اليوم لدينا تقريبا نسبة كبيرة من المؤسسات الصحفية تعاني صعوبات مالية ولما نقول صعوبات مالية يعني عدم صرف الأجراء هناك تقريبا لدينا زملاء في مؤسسة إذاعية خاصة عندهم 7 شهور ما خلصوش لم يتلقوا أجرته معنا أيضا مؤسسات تلفزيونية وبالتالي بسبب هذا الإشكال قد نجد أنه 80% في آخر دراسة قامت بها قبل صواطنية صحفية تونسيين وسيتم نشر هذه الدراسة مستقبلا في أواخر هذه السنة أن 80% من المؤسسات العالمية التونسية قد تغلق لأسباب اقتصادية وبالتالي في ظل عدم تجاوب السلطة السياسية وعدم اهتمامها بقطاع الصحافة علينا أن نفكر في حلول تنبع من داخل القطاع سوفين بن حميدة نقيب الصحفيين يتحدث عن بداءة اليوم قدام الصحفيين واللي هي مثلا إنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات صغرى في الأعلام في التعنى بالشأن المحلي والشأن المعناها في الرقعة الترابية الضيقة اللي متواجد فيها الصحفي في ظل هال الصعوبات اللي تعيشها وسائل الإعلام التقليدية في تقديرك حل هذا؟ يعني من يقول لك الغريق اللي يبدأ غارق يتعلق القش لأنه بهيك عملت انتي الصحافة جهوية ومحلية هي والصحافة السيارة العامة اللي تم الوطنية اللي تم البلاد كل اللي ايش نعملوا فيها اللي هي أصل الحكاية ثم أنه هو صحيح معناها عمليا اليوم العديد من وسائل الإعلام في حالة إفلاس غير معلوم الإفلاس حقيقي لكن غير معلوم فقط أما عليش وصلنا هكا عليش علي خاطر المفاهمش الشهر والشهر هو معناها آلية أساسية بالنسبة للوسائل الإعلام أيما الأشهر ما ينجمش يكون موجود في ظل وضع اقتصادي كما تمر به البلاد اليوم وطعرفوا أنه أي مؤسس وقت اللي تلقع قدام ها صعوبات أو الميزانية نقص منها هي ميزانية الكوم الكومينيكازيون ستا رفليكس منها هدا به أي ملا شنو الحل الحل كما يقولوا الفرانسيس نحن لا نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الناس موجود موجود للبرة وعملوه في دول ديمقراطية ما نزيدوش عليهم في الديمقراطية الدولة تتحمل مسؤوليتها في تمويل الإعلام ليس الإعلام العمومي احنا الإعلام العمومي حتى كماولوه آآ اللون دي ناتوري مم أما لا لا في الإعلام الإعلام بصيفة عم تمولو عاكده عليش تمولوه بأي آلية يا سوفيا آآ كنت موجود دعتي ما وإحنا قرانت عندنا آلية آآ آآ ونحيناها كنت فهم حاجة اسم هلي تسير في دونس مم فمده وكلت لاتسار الخارج وكلت لاتسار الخارج شنية هادي من مهامها من مهامها لأنه عملت بارش عاجات خيبيب أما الحاجات البيهية اللي عملتهم هو أنه الإعلان الإعلانات العمومية بتاع المؤسسات العمومية بتاع الوزارات اللي هما بارشة رو بارشة أدوكم تنزم وتوزحهم على الصحف كنتوزحهم على الصحف شنو معناها؟ معناها تخليهم جرعة اكسيجي نجمو يخدمو لكن للأسف هذه تم توظيف سياسيا كذلك ماو احنا احنا شا عملنا؟ احنا احنا أي الودوبا ليه ليه؟ تم توظيفها نخليه معناها الوسيلة ونحيو التوظيف الرجعوها الوضعيتها الحقيقية وليد نحن نسمع رأيك في الموضوع أنا من نجمش نعطي رأي يكون خير من رأيكم أنتم رجال صحافة دونك شا عملتنا؟ هنا عارفك مغروم شوية بالديجيتال بشيت لتشات جي بي تي سئلته قطلوا شنو لنجمي خلي الصحافة التونسية تندثر قال لي عطاني ستة عوامل قال لي العام اللول هو انخفاض عائدات الإشهار العام الثاني هو الأزمة الاقتصادية هذوم الزوز تحدث عليهم سوفيان الثالث الافتقار إلى دعم الدولة الضغط السياسي والرقابة مشاكل الإدارة الداخلية والتحول الرقمي قال لي هذوم الكل كيتغافروا مع بعضهم وما تلقهمش نكيجة معناها راه والحاجة الباية فيه هو كونه عطاك معناها أمور خارجية وأمور داخلية أي أي حتى مشاكل الإدارة الداخلية بات الحال يعني من نجموز زادة حوكمة زادة فرما الحوكم من قولوش اللي هما معناها اليوم آآ الجرائد عندها معناها حوكمة رشيدة فامتني ده وسائل الإعلام ككل نحكي أي دونك دونك أنا جي نقول لك الحق ما ما كانش عندي الوقت بشي قوله عطيني عطيني الحلول أما إذا كان عطانا أما التوصيف به يعني النجمو نبشيه معاه نجمو نواصله معاه ونقولوله برا بيعطينا الحلول في كلمة سوفية ونحطوهم أما رأو فم حاجة أساسية رأو الإعلام هو وسيط وسيط ما بين شكون وشكون ما بين مصدر الخبر وما بين الجمهور المتلقي بيه إذا أحنا الإعلام ما عاش عنده مصدر يخذ منه رأو ما تنسيوش ما رأو ما تنسيوش حاجة ما تنسيوش حاجة هو أنه ما عاش عندنا وزراء يعطيك تصريحات وأنه رئيس الجمهورية ما هوش مستعرف بالإعلام ما هوش مستعرف كي عنده حاجة بش يعلمنا بها يعلمنا بها على صفحته فيه متاع فيش بوك مش صفحته صفحت الرئيسة صفحت الرئيسة يي 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 اللي صفحته البارح 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 اللي قد قبل نص الليل ما فيه قبل يفهمه تحوير في 24 ولاية إلا اليوم السباح إذا عندك أنت أنت الدولة ما تحبش تتعامل مع الإعلام كيفاش تتقالوا حلول فهمت المشكل؟ وإحنا وإذا الإعلام ما ينجمش ياخذ معلومة صحيحة من عند المصدر الرسمي ما ينجمش يوصلها للجمهور وإلا يعطيه معلومة اللي تنجم فيها خلل ووقتها عندك أكل الاربع وخمسين المرسوم الاربع وخمسين يستنى فيك في الدورة هو مش يستنى فيك هو حتى أنت قبل ما تعمل رأسك ينجز عليك عبادة لين البلين الناس يقول لا يتمشوا لفت نظر هاوكا لفت نظر يظهروا اللي انتفقوا فيه الناس كل هاشتاك اشتركوا في القناة